طبعا انصاب عندي ديك وتقريبا فرختين صغار الفيروس للأسف والفيروس تشتغل معهم بتحول لمرض تنفسي زي ما انتم شايفين هون التهابات في الرئتين كيف عملت مع هذول الحالات طبعا اول شغل انا عزلتهم عزل كامل طبعا انصابوا من وين الله يعلم يجز من الطيور انا ما عندي طيور مريضة هم انصابوا من طيور البرية مثل الحمام البري او العصفي اللي بنتوا على الاكل برا بالحديقة نفسها شوفوا انا شو عملت وشو عملت لهم هات تحسين ورجعوا ما شاء الله يوقلوا طبيعي وتحسنوا كتير وقاموا عن الارض وعندما كانوا برخين بالارض وقاعدين واحدتهم كتير صعبة هاي طبعا الخلطة اللي انا سويتها اللي هي هتشوفوا مكوناتها بالفيديو شوفوا الفيديو كامل وضفت كاسة كبيرة على نصف لتر ماي زي هيك لمدة ثلاثة ايام لهم اليوم الرابع كان لهم الحمد لله ما عندي اي اعراض تانية فالشغرها دوم جزء بنعتهم ضعيفة شوي وتأثروا انا ديما بعطي عشاب وبناء عندي كتير ممتازة اه طبعا تم عزلهم زي ما حكينا اهم ايش العزل فورا اه اول ما تحس بالعراض عليهم عزلتم هون مكان لحالهم بلشت ان عالش فيهم تابعوا الفيديو الاخر ان شاء الله كل بستفيد منه السلام عليكم اعطيكم العافية للجميع معاقص طيف للدواجن ان شاء الله اليوم موضوعنا كيف تم علاج الاصابة عندنا بالحديقة اه كأنه في فيروس ايجا من الطيور اللي هي اه برية هاي هدول الطيور رجعوا يأكلوا يشربوا مع الخلطات اللي احنا استخدمناها وعملناها في البيت اعشاب طبيعية بعد يمين ثلاثة من اصابتهم بالمرض رجعوا الحمد لله رب العالمين اه اه ان شايتهم الاكل ممتازة وياكلوا يشربوا واضهم كتير ممتاز اه شو استخدمتوا له هاي الشغلات استخدمنا عنده اعشاب راح نفرجيكو اياها هسا بالفيديو هاي هون الطيور كلها عندنا بعد خمس ايام رقبناها مراقبة تاما ما في عندنا اي اصابات وحالتهم نشطة بشكل ان شاء الله عنهم اه طبيعي طبيعي جدا يعني ما في اصابات هون لم هون اثناء الاصابة للديق والحالة كانوا مصابين فيها اه بعد الاصابة طبعا بالعلاج بلشوا يتحسنوا اذا لاحظتوا هون الفرخة بتتنفس بصعوبة والديق فاتح تمه برضو بتتنفس بصعوبة هذا بدناع انه المرض في الجهاز التنفسي يعني مرض تنفسي شو استخدمنا وشو عملنا تعالوا نشوف مع بعض خلينا نتعرف على الموادج استخدمناها وكيف اعملنا علاش اه بالبيت دون اي تكلفة اه اه عشاب موجود جوه البيت وشفت النتيجة قدامكم رجعوا يأكلوا ويشربوا والحمد لله ما فيهم اي اشي طبعا استخدمنا عدة عشاب منها اللمون ومنها النعناع ومنها الكوركم واستخدمنا يعني جزء بسيط بسيط جدا جدا من بودرة التوم ببراس المعلقة الصغيرة طرف معلقة الصغيرة استخدمنا بودرة التوم لانه بصراحة انا ضد استخدام التوم والبصل لحالات المريضة جدا بس هم كانوا يعني ها لسه يعني فيهم شوية صحة شوية حيل ما يعني فرطوا من مرة فانا حطيت بودرة التوم على اثنين لتر مي يعني جزء بسيط مبسط على اثنين لتر زي هاي شايفينا ماي حطيت براس المعلقة نتفت بودرة من بودرة التوم عند العطار موجودة التوم طبيعي بس هو بودرة بكون اخف من التوم الاخضر استخدم طبعا النعنع الاخضر اللي هو بلدي او اي نعنع موجود عندك بس احنا عندنا بالمزرعة يعني واستخدمت لمونة شايفينا هاي اربع قطاع حطيتها بالخلاط هون راح انقع النعنع بالمي السخن السخنة لمدة نص ساعة او ساعة عادي عشان اخد ما بغل النعنع بنقع ونقع منقوع النعنع عشان اخد كل فوائده ما تطاير مع الغازات اللي بنتنغلى فيها يعني انت بتنديل المي السخنة عن النعنع وبتتركها نص ساعة ساعة لغاية ما تنمتص كل الفوائد اللي فيها وبعدين راح اطحن راح اطحن على الخلاط الكمية كلها حتى مع ورق النعنع هون شايفين رشته مبسيطة يعني جزء بسيط خالص يعني ربع معلقة صغيرة صغيرة براس المعلقة بس واذا عندك الطيور مريضة وطعباني كتير ما تحط الطوم ما تستخدمها يعني بس هي كان لسا فيها شوية حيل انها استخدمت تقريبا بودرة الطوم رش صغيرة براس المعلقة اللي صغيرة حطيتها برضو بالخلاط زي ما انتم شايفين راح احط هسا معلقة كركم ومعلقة ما يقارب زنجبيل اللي هو برضو بودرة من عند العطار يعني معلقة كركم بصغيرة زي ما انتم شايفين هيكا مليانة شوي بضيفها على الخلاط وراح اضيف هسا معلقة زنجبيل كركم من عند الخلاء من عند العطار برضو طبعا نضيفنا زي ما انتم شايفين زنجبيل كمان بطريقة هاي كل المكونات هسا راح ندير النعنع بورق وبعول وقعدة بالخلاط راح نديرهم بالخلاط ليش لانا حناخد الفايدة من العصارة الورق طبعا احنا ما حنستخدم كل هاي الكمية للطيور احنا هاي الاصلص اللي احن نعملها وراح ناخد منها وراح نضيف الخل ربع فنجان خل ابيض كمان زي ما انتم شايفين هاي الكمية راح ناخد منها يعني زي ما فرجتكم بداية الفيديو هاي الاصلص بناخد منها منكسر المي ميت الشرب فيها تعطى الطيور طبعا انا راح اشرب الجميع المريض وغير مريض راح اشرب الجميع لانه كمان هي تحصين غير انها علاج بهاي الطريقة خلطناها مع بعض معلش المي طلعت من الخلاط شوي لانها ميس يعني كتير الخض خفيف خلطناها مع بعض بالطريقة هاي زي ما انتم شايفين على الخلاط لغاية ما يتسانج مع بعض يعني خلط اللمون خلط النعنع مية يعني كل شي يتخلط مع بعضه راح اديره هون بالكزازة هاي اللي انتم شايفينها الاثنين اللتر ادير كل الكمية اللي انا سويتها في اثنين اللتر من الخلطة طبعا هدول اثنين اللتر انا راح اضيف منهم على المشارب يعني ما راح احط اثنين اللتر هذول الدجاج يشربوهم هذا يعتبر خلطة مركزة ما بصير احطها مرة واحدة للدجاج او للطيور ممكن يؤثر علي حتى لو انه مش مريض فانا هون راح اضيف مي هسا راح اضيف مي عادي نقية يعني هكمل اثنين اللتر من المي نقية على الخلطة عشان انا ما بدي اعطي الالدجاج كمان اشي تقيل يعني بدل ما انا عالجهم اضرهم فلازم يكون كل شي متوازن وكل شي له حدود هون مصافيم على اثنين اللتر وبضيف على كل لتر مي بضيف كاسة كوب زي هات شايفينه؟ كل نصف لتر بضيف كوب من الخلطة عليه اذا مريض الدجاج بشربه لمدة 3 ايام من الخلطة هاي واذا الدجاج مش مريض تحصين بشربه مرة وبعد 4-5 ايام اول سوق برجع بشربه مرة تانية طبعا لازم يتم تعطيش الدجاج خصوصا للمريض تبعد عنه المي 4-5 ساعات وتحط له الخلطة هاي مع المي عشان لما يشرب يشرب بكمية وان شاء الله انه بتعافى باذن رب العالمين اللمون ممتاز جدا برفع المناعة في بيتامين دال وبيتامين سي وبقاوم الامراض الخاصة الفيروسية النعنع بيرطب على القصبات الهوائية زنجبيل كمان مضاط حيوي والكركم مضاط حيوي بس بشرط يكون فيه توازن بيستعماله هاي المكونات ما بتستعمل الدجاج اللي صغير بالعمر اللي عمره 4-5 ايام او شهر تستخدم ما بعد الشهرين اما الاقل من هيك ما تستخدموا له هاي المكونات في الا وصفة خاصة الاقل من هيك حنزلها بالوصف بالفيديو هاي الدجاج المريض بعد الحمد لله ما علجناهم وحطناها من المواد اللازمة شوفوا كيف رجع يأكل ويشرب وصحصحوا الحمد لله رب العالمين طالما الطير بأكل وبشرب يعتبر وضعه طبيعي جدا وما في اشي يهوف يعني يتجاوز مرحلة المرض والهبط وفقدان الشهية ورجع يأكل طبيعي يعتبر اموره تمام فان شاء الله يكون الكل استفاد من هالفيديو بتمنى من جميع دعم القناة والاشتراك واللايك والتعليق ويا ريت توصلوني لألف مشترك ان شاء الله انه رب العالمين قلنا اني بتعب اني افيد الناس بتجارب وزي ما انتم شايفين كورشي بتجارب قدام عينيكم شكرا كتير لجميع البشر اللي بدعمني وما بدعمني شكرا كتير للكل